بنفس أجواء المسابقات والركض رح نروح للماراثون أيضاً اللي كان له حصة كبيرة معانا بصباح رياضية هاي السنة طبعاً بحضور لينا الكرد أكيد اليوم لما نتحدث عن الماراثونات ونتحدث عن الناس كان لها الشغف أنها تشارك بالركض غير الافتراض يعني المرة على أرض الواقع ورجعنا من بعد كورونا أكيد مع ران جوردان ولينا الكرد وآخرها كان نصف ماراثون البحر الأحمر بيئة العقبة نروح نركض ونشوف المقابلة نحن هلأ في خضم التحضيرات الآية لنصف ماراثون البحر الأحمر اللي منختم فيه فعاليات الجمعية الأردنية للماراثونات زي ما بحكوا ختامها ميسك في تغري الأردن الباسم في العقبة فمنعمل نصف ماراثون وعشرة كيلو سباق أطفال بيكونوا كلهم طبعاً بيوم واحد اللي هو يوم 2-12 إن شاء الله في مدينة العقبة شاركوا بحدث وطني رياضي صحي خيري وبنفس الوقت يدعم غيات نبيلة نحن استنم سلطين الضوء على دول الاحتياجات الخاصة سواء من فئة المعاقين أو الكفيفين كل الدعم لإلهم وإن شاء الله يعني مشاركتهم بالسباقات هاي إلها أثر كتير كبير إلنا وبيحفز انخراطهم بالمجتمع المحلي